طيب هل انت شايفة احنا دلوقتي شفنا ان في بعض المسلسلات تطيرا قادرة ان هي تعمل ادوار الشهداء والابطال والكلام ده كله طيب انت شايفة هل السينما وصلت ده الافلام وصلت ده ولا لسه برضو محتاجة ان احنا نجسة الادوار اكتر ولا حاسة ان فيه صعوبة لسه مش قادرين يوصلوا لده ان حد يدخل يتفرج على فيلم بالمعنى ده والله بالناس بتخش يعني احنا لسه شايفين كان الفيلم بتاع امير كرارة كان اسمه ايه اللي حقق ارادات كبيرة اوي نسيت اسمه ازاي حرب كرموز لا وبعد حرب كرموز الكيرا والجن الكيرا والجن اه كيرا والجن بالضبط هنا انت الكيرا والجن كان كريمة عبدالعزيز وإحمد عبدالعزيز بالضبط وكان عندك بعد كده برضو بتاع امير كرارة بس لمش حضرني اسمه دلوقتي لكن قصدي لا فيه بقت شوية سياحة الثانية ما شوية بتبقى هدفها البيزنس او المكسب التجاري او التسليه اكتر ويبقى فيه حقا مثلا عشان يشد اه شفنا ده في الممر وحقق الفيلم رضاة ضخمة جدا الممر كميرا كان عظيم ده مستاذة دعاء شايفة يعني امير كرارة الحقيقة انا شايفة اسمه بيقرر كتير حتى معك ومعنا احنا كلنا كماصريين هل شايفة ان هو افضل شخص قدر يجزد دور زابط استوشد ده حقيقي بس طبع مش نقدر ننسى احمد زكي احمد زكي اكتر حد اقدم دور زابط يمكن اقدمه اربع خمس مرات اقدمه فيلم الباشا وزوجة رجل مهم وفي البطنية يعني عمل الزابط وكل مرة زابط مختلف يعني مستحيل تقولي الزابط اللي في الباشا هو نفسه زوجة رجل مهمة كان رائع مستحيل وشوفي زوجة رجل مهمة قد ايه كان مؤثر لانه قد ايه كان مؤثر لانه قد ايه بكل صراعاته نفسية بمشاكله وحبه وقد ايه كان رومانسي وقد ايه كان عنيف وقد ايه شوفي عشان كدر فيلم عايش لكن دلوقتي بس الفكرة ان احنا الزابط ده زي الزابط ده زي الزابط ده زي الزابط الداخلية مع انه بيبقى فروقات ضخمة جدا المشكلتنا دايما هتفضل في الكتابة ان وحد زي صالح مورسي اللي كان متخصص فيه الملف الجاسوسية مش هنلاقيه تاني احنا محتاجين حد متخصص في الملف ده ملف الداخلية وملف شؤون المعنوية اه صاحب اهرد ويدار قدم ده بشكل مختلف وبشكل جيد في اكتر من المسلسل بس استيل لا محتاجين حد يدرس نفسية التركيبة الشخصية دي عاملة زي فعشان تقدر تعيش وتكمل معانا زي رافض الهجان زي ملوقتي بنقول احمد زاكي اعظم حد اقدم شخصية الزابط عشان اقدمه زابط حقيقي مش زابط كلشي او مش من لحم ودم مش حساء قوي مش فاكرة له مشاهد مش فاكرة له طريقة اداء فلا اعتقد ان لسه لسه ما قدميش شخصية الزابط بشكل كبير اصدق فيلم الممر فيلم الممر اه طبعا الممر عمل تجربة كويسة جدا اه اردات هيلة لانه تعامل حلو هو في النهاية اللي بيحكم الحكاية لو تعاملت بشكل كويس سواء البطل عندي زابط او مش زابط المهم ان اللي عمل نفسه يتقدم بشكل جيد كتابة انت بتكلمي عن الكتابة هي اللي هنفضل طول الوقت بنلف وندور حواليها لو عندنا عناصر في الكتابة عناصر قوية كل حاجة هتتحل مهي ليه ما تكتبش زي الواقع بالزبط يعني قصة مثلا المنسي تبقى قصته الحقيقية الواقع بتاعه يسمعه من اصدقائه يسمعه من قائد الكتيبة يسمعه من وده اللي حتفان في الجزء الاول عشان كده الجزء الاول كان لأكثر نجاحا وبرضو الجزء اتاني عشان برضو متاخد عن قصص حقيقية فهو فعلا لو ندرس ده بقى مع عدم الغفلان بالفكرة الدراما ان انا زي يقدم حاجة مشوقة وحاجة برضو الناس تتابعها ما يبقاش الحاجات من على الوش بس فعشان كده هي عنصر الكتابة هنفضل طول الوقت ده العامل اللي عندنا نقطة ضعف بعد اجيال وناس عظماء كانوا بيكتبوا لتسلمة هيا دي لها تبدأ نقطة ضعف عندنا فما انت شايفة عرض النوع ده من المسلسلات في موسم رمضان هل ده فعلا بيدعم القضية اكتر فان احنا اللي بقى مركزين واخدين بالنا عشان ده بيبقى اكتر المسلسلات احنا موعد تتفرج عليه ولا مفروض يبقى طول السنة كده ان ده بتعرض لا اعتقد ان طول السنة ده مش هيفرق بس المهم ان زي ما بقولك فكرة الكواليتي صح في رمضان بيبقى الاهتمام اكتر بس كمان شفنا مثلا السنة اللي فاتت او السنة اللي فاتت في السنة قبلها كان عندنا هجمة مرتدة وكان عندنا اعتقد مسلسل قبلها كان العائدون اعتقد ما لقوش نجاح فبالتالي برغم ان هو كان بطولة ناس كبيرة او يعني احمد عز في مرة وامينة خليل والمرة التانية كان تقريبا هند صبري وامير كرارة ما ما روحتيش في حد فهي في الاخر ايه برضو لازم الكواليتي تبقى جيدة جدا بغض النظر بقى المسلسل بينجح لو هو اوف سيزون لو هو في رمضان لو المسلسل الجاية بيفرد نفسه زي الفيلم الجاية برضو بيفرد نفسه حتى لو مش نازل في سيزون او حتى مش شرط بدليل ان احنا ما جبنا اسامي كبيرة زي ما بقولك امير كرارة ولا مو هند صبري ولا ما عملناش حاجة هل شايفة فكرة الاختيار ان اجزاء سلسلة واحد واثنين وثلاثة شايفة انها فكرة جيدة تكرر مرة تانية اه كانت جرع مكسفة سواء الاولان اللي احنا بنتناول بطل اسطوري زي احمد المنسي وبعدين التاني اللي هي فكرة رجال الظل ودورهم رجال الامن الوطني تحديدا وبعدين التالت اللي هو كان بالنسبة ملف حكم الاخوان وما قبله وما بعده وكواليسه وثلاثين ستة فانا شايفة ان الاختيار قد دوره بشكل جيد جدا ممكن نحتاج نعمل تاني اختيار اربع بس يبقى ايه بعد زمن شوية نشوف احنا عايزين نقول في ايه دي حقيقة استاذ اتوحق احنا مشكلة حارتك جدا على وجودك معنا النهاردة وان شاء الله المسرسلات الفترة الجاية والافلام كمان يبقى فيها تفاصيل اكتر نحس ان احنا عايشين في الواقع او زي معولا قالت ننقل التفاصيل الحقيقية الموجودة عن ابطلنا شكرا جدا استاذ اتعاقنا ومورتينا في النامجين شكرا ليش يا حبيب مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا وقبل من هيها بس بوجه يعني تحية وحب واعزاز لكل ام فقدت ابناها لكل زوجة فقدت زوجها لكل طفل فقد ابوه احنا معكم واحنا كلنا معكم واحنا كلنا ايد واحدة وفعلا زي مشارين قالت التمن الدفع فعايزين نحافظ على البلد دي في امن وامان وتفضل كده يا رب امين ده امين يا رب العالمين اشوفكم ان شاء الله لحد اللي جاي على خير اشوفكم بإذن